ماما نونة الفنانة الكبيرة الأم الرائعة اللي هو أنت تلتمس حنانها حتى تلمسه وتستشعره جدا وانت شايفها قدامك على الشاشة الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها فنانة كبيرة كريمة مختار النهاردة عيد ميلادها تسعة وتمانين فرحة من الفرحات ماما نونة الأم جدا سبحانه الله العظيم الله يرحمها 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 النهاردة جوجل يحتفي بماما نونة بيحتفي بعيد ميلادها فين الصورة بتاعت جوجل حطوهنها على الشاشة الكبيرة عشان أفرح فرحوني شوف بقى ده الاحتفال اللطيف بتاع جوجل وبص الصورة بقى اللي جوه التلفزيون جايبين ماما نونة وهي حواليها الأطفال وشايلة بيبي وحاجات ظريفة زي كده ده فيلم الحفيد والله ممكن يكون فيلم الحفيد لا لا مش فيلم الحفيد ده لا لا أنا شايف فيه كرسي هناك لا ده فيه كرسي مش فيلم الحفيد لا يا جمع بصوا أصلا هو ماما نونة هي تاريخ طويل هي مش بس فيلم الحفيد ولا يا رب ولد ولا حمد عزه يتربف عزه ولا كل الكلام ده ماما نونة دي تاريخ تاريخ طويل وجزء من تكوينك وجزء من إحساسك بالأمومة وبالحنية بقيمة الأمومة وبالحنية وبالطيبة وبالتلقائية كل حاجة فيها حلو وبعدين طبعا جدير بالذكر نها زوجة الرحلة العظيم الأستاذ نور الدمرداش والدة الزميل والصديق والأستاذ والأخ الأكبر أستاذ معتز الدمرداش وطبعا الأستاذ شريف الدمرداش اللي منورنا على التليفون زي حضرتك يا فندم الله يخليك الحمد لله تمام كويس إزاي الحال كله تمام؟ متشكر قوي على الصدافة الحلوة دي لا 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 والله خالص متشكر إيه ده إحنا اللي متشكرين جدا قوي خالص على كل اللي عملته لنا ماما نونا من ساعة ما تولدنا ويمكن قبل ما نتولد ويمكن كمان يعني كمان من ساعة ما نتولدنا ده أكيد من ساعة ما حضراتك وتولدته يعني في حالات تبدو غريبة بس ما قدرش أقول غير إنه كل سنة وإنتوا طيبين بعيد ملادها رب كنت بالصح والسلام يا سيد كنت متوقعين من جوجل يعمل لنا المفاجأة دي بشكل عام ولا لا؟ لا الحقيقة هي حاجة جميلة جدا جدا وده معناه إن حرد الشعب المصري دون محل نظر جميع دول العالم والهيئات العالمية الكبيرة وده شيء فخر مصر إن هم فاكرين مصر دايما بجميع أعلمها وعناصرها الكبيرة ده مش بس فاكرين مصر ده فاكرين صناع السينما في مصر لأنه في النهاية هو صحيح نقدر نعتبره جزء من احتفاء بالصناعة السينما وبالفن المصري بس هو مخصص بالأساس للفنانة كريمة مختار وده في حد ذاته رائع إن هم لمسين مدى تأثرها على الأسرة المصرية آه الحمد لله ربنا خليك فاني عايز أقول حاجة تانية برضو رجوك الإدارة المصرية دي هفضل كبير جدا في كده بالفترة الأخيرة للدعاية والاحتفليات العالمية اللي اتعاملت على مستوى العالم بجميع أشكالها فمش بقول كده كنفاق أو حاجة ده حقيقة فعلا وواقعة وعلى فكرة هي كانت الله يرحمها كانت بتاعشق الإدارة المصرية الحالية اللي موجودة الله يرحمها يا رب الله يرحمها يا رب وأنا عايز أولا أشكرك على أبولك المكالمة وإنك فرحتنا بسماع صوتك والنبي تسلمني على الأستاذ معتز قول يوسف تسلم عليك وبيقول لك يسأل عليك حبيبه طبعا وحبيبنا كلنا يا سيد يوسف هل ما ليه؟ يا ربي خليك يا ربي يا سيد شريف ونورتنا وأسعدنا جدا سماع صوتك وحقيقي الواحد يعني يسعد بهذه الأسرة الرائعة عائلة اللي منرداش زي ما يتقال ربنا يخليك أنت كمان أعلم يا أستاذ يوسف كبير برزا العفو 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 ربنا يخليك أخوكم الصغير أخوكم الصغير ربنا يخليك يا أستاذ شريف كل الشكر لحضرتك وطبعا كل الشكر لهذه السيدة الرائعة شديدة الجمال شديدة الجمال طبت الدنيا يا ناس لأ العايزك تشوف حقيقة جد ركز جدا بما أنه زمالي الأعزاء كانوا بيتكلموا على فيلم الحفيد وأنا اتكلمت على رب ولد ركز على خف الدم الفنانة الكبيرة كريمة مختار وخف الدم من غير إفه يعني مثلا تسأل سؤال أو تقول جملة أنا مش فكرة كان في رب ولد كان بتقول إيه مش عارف أنا نفسي في الكبور يا باين ولا إيه هي قالتها بطريقة عفوية هادية جدا بس أنت ما تقدرش ما تتحكش مع أنه جملة عادية يعني إيه قدرت نفسي في الكبور يا هيحصل حاجة ولا حاجة هنا ده زكاء وموهبة الفنان أو في يا رب ولد وهي قاعدة عمالي بتتكلم مع الله رحمه يا رب بابا عبده أستاذ عمان عمد بولي وهم عمانين بتتكلموا على العزومة فتقوله واثنين كيلو بفتيك وهنجيب بطة كده نحطها في وسط الترابيز طبع عمان عمان عمد بولي لازم بفتيك من المطش رايح جاي طب عمد بولي مع الحفظة طبعا التأدير والألقاب بمدرسته المتبولزم هو بيدي أداء صوتي وحركة هتضحك ووشه ماما نونة ما عملتش أي حاجة هي كل القصة إنها إيه ستة مصريعة دي جدا سرحت كده وقيت له إيه آه ونجيب بقى كمان ده كربط نحطه في وسط الترابيزة هي ما عملتش حاجة هو إنت لازم تضحك الله يرحمه يا رب